أنيسة الفكرة ذات لك إزاي الفكرة دائما الأفكار تأتي بدون ترتيب خاص ولكن نحن في قناة RT عربي ضمن تغطياتنا لذكرة إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر نحتفل في 80 سنة لدينا كان مجموعة من الأفكار يعني عادة هي تقارير أخبارية برامج حوارية برامج زاد طابع سياسي اقتصادي عدة مشاريع ولكن أردنا أيضا أن نقوم بعمل يحمل طابع حميمي يعكس الحب والعلاقة الخاصة التي ينظر إليها الشعب الروس إلى الشعب المصري وجاءت فكرة هذا الفيلم ليكون مجرد استعراض لمحطات جماعة البلدين خلال 80 سنة ولكن هي قصة إنسانية وأنا من الأشخاص المحظوظين بأني تعرفت على الأستاذ فيكتر وهو من الشخصيات المعروفة في روسيا كمترجم من الروسيا للعربية مترجم متمكن وهو مختص باللهجة المصرية ولديه تاريخه المرتبط بمصر في فترة تاريخية مهمة للبلد تناقشنا مع أستاذ فيكتر وحصلنا على موافقته سجلنا معه انترفيو في موسكو تعرفنا على أهم المحطات التي في حياته كيف درس اللغة العربية كيف اختص باللهجة المصرية كيف سافر في هذه المأمورية العمل إلى المهمة العسكرية ومن خلال قصة حياته عدنا بذاكرتنا إلى تلك الأيام الجميلة التي كانت تجمع بلدينا وشعبينا لنتعرف على الحياة الروس العاديين كيف كانوا ضليعين بما يحدث في مصر بالثقافة العربية بالكتاب المصريين بالسينما المصرية بالأشخاص والنجوم الذين كانوا يستعون في ذاك الوقت وأيضا للمشاهد العربي كانت هذه رغبتي وأمنيتي أن يعرف المشاهد الحالي جيل الشباب ما الذي كان يعرفه الروس عنهم وكيف كانوا يدرسون في المدارس عن الثقافة والحضارة المصرية وإلى اليوم فهذا الفيلم هو رحلة شخص ولكنها تعكس حب شعب لبلد عظيمة مثل مصر